صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر في الحياة مصر على مر التاريخ والأصور يعني سباقة ودائما ما تقدم كل ما هو جديد وأصوات عذبة في قراءة القرآن الكريم وأيضا في مجال الإنشاد الديني وعلشان كده دائما مصر ما تبحث عن هذه الأصوات العذبة من خلال المسابقات الدولية اللي منها مسابقة بور سعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني اللي أقيمت خلال الأيام اللي فاتت وفاز بيها عدد من الشباب النهاردة في صباح الخير يا مصر هيكون معنا فقرة استثنائية لأن هي بتضم اتنين من المتصابقين اللي حصلوا على المركز الأول في تلاوة القرآن والابتهال الديني معنا الأستاذ عمر حشاد اللي فاز بالمركز الأول عالميا صباح الخير يا فنس صحيح الله ومعنا أيضا الشيخ أحمد محمد علي الفائز بجائزة الصوت الحسن في تلاوة القرآن المجود صباح الخير يا شيخ صباح الخير يا فنس يعني عاوزين نعرف مسابقة زي دي أكيد لها تحديات كتيرة ما جاتش من فراغ لأنه بنكلم تلاوة القرآن تلاوة القرآن أو الإنشاد تحديدا احنا عندنا عظماء عندنا عمالقة فأكيد العمالقة والعظماء دي بنتكلم على الشيخ طه الفشني بنتكلم على الشيخ عبد البسط عبد الصمد يعني نماذج مشرفة يعني لو عادنا نتكلم النهاردة هناخد بس حلقات وحلقات عشان نعد هذه يعني الأسماء من الأفاضل مشايخنا الكرام يعني رحمة الله عليهم ويعني كل الشكر والتقدير اللي مازال منهم موجود أريد أن نعرف الأول معاك يا أستاذ عمر من مثلك الأعلى واستعادت إزاي لخوض هذه المسابقة طبعا برحب بحضرتك وكل أستاذ المشاهدين أنا سعيد أني موجود مع أعطاركم النهاردة أول حاجة طبعا نتكلم الأول عن مسابقة بورسعيد الدولية فضل مسابقة بورسعيد الدولية الحقيقة هي بدأت من فترة كبيرة كانت مسابقة محلية على مستوى الجمهورية بعد كده تقريبا من خمس سنين كان المسم الخامس بدأت المسابقة تبقى دولية المسابقة تحت إشراف معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وينظمها كل سنة اللواء عادل الغطبان محافظ بورسعيد طبعا بالتنصيق مع أستاذ عادل مصلحي هو المنسق العام للمسابقة المسابقة الحقيقة بتجمع ناس كتير كل سنة من جميع الحياة العالمة أنا شاركت في المسابقة دي تقريبا موسمين وده الموسم الثالث الحمد لله ربنا أكرمني فيه فالحقيقة المسابقة ككل كتنظيم كجوائز كروح مشاركة بين كل الناس اللي جايين من جميع الحياة العالمة حكام معنا السنة دي أكتر من ستين دولة جايين من أوروبا ومن أسيا ومن الأمريكتين ومن أفريقيا يعني حاجة مشرفة جدا طبعا بالنسبة لي أنا فأنا الحقيقة مسئلة الأعلى في الإنشاد كان عليه رحمة الله الشيخ محمد عمران طبعا من العمالقة وأكيد مولانا الشيخ سيد النقشباندي طبعا هم كلهم عظماء وكلهم أنا بتعلم منهم ولكن الاتنين دول يعني اللي هم فضل عليها كبير جدا الشيخ الفايومي أكيد يا سلام الشيخ الفايومي عليه رحمة الله يعني من الناس اللي لحنوا وأبدعوا وأجادوا في تقريبا جمعي الألوان حتى هو كان بيقرأ الكران الكريم طبعا عليهم رحمة الله جميعا طيب عمر قبل مروح طبعا لشيخ أحمد عايزة لو تسمعنا حاجة حاجة من الإنشاد لأي بقى يعني نموذج من النماذج العظيمة اللي انت ذكرتها لنا أكيد احنا ممكن نبدأ مع الشيخ محمد أمران فكام لله من لطف خفية فضل طبعا فكام لله من لطف خفين فكم لله من لطف خفين فكم لله من لطف خفين يدق خفا وعن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجيء وكم أمر تساء به صباحا فتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي تشفع بالنبي فكل عبد يغاث إذا تشفع بالنبي ولا تجزع إذا مانا بخاطب ولا تجزع إذا مانا بخاطبون فكم لله من لطف خفين ما شاء الله الله أكبر يعني أنا والله فعلاً مش قادرة حتى أقطعك عشان أرجع بقى لأحمد لا ما قدرتش ما شاء الله ما شاء الله خلي أروح لشيخ أحمد محمد في البداية أحب أعرف منك من رأيك أو في رأيك وتكلمنا عن مسبقة بورسعيد وأحب أعرف منك كمان زي ما سألنا عمر من قدوتك من المشايخ الكبار طيب بداية قدوتي من المشايخ الكبار أولاً سيدنا الشيخ محمد رفعت سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل سيدنا الشيخ رقيب مصطفى غالوش سيدنا الشيخ كامل يوسف البهتيمي سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي سيدنا الشيخ حمدي محمود الزامل الشيخ محمد عبدالوهاب التنطوي الشيخ شعبان الصياد كتير جداً جداً عظم الحناجر في قراءة القرآن أنا أقول لحضرتك هي الفكرة من دائبة إن أنا أخذ من كل واحد الشيء المميز زي ما حضرتك بتعمل بوكي وارد فبالتالي حضرتك بتعمل بوكي وارد بتجمع عدد معين من الورود بألوان معينة وتبدأ إن حضرتك تنسقهم مع بعض فتبدأ تعمل بوكي وارد بشكل متناسق ومنظم فبالتالي أنا ما ينفعش إن أنا أخذ مدرسة واحدة وأبدأ أشتغل عليها لوحدها لا أنا لازم أنوع ما بين المدارس عشان أنا أخرج بشيء خاص بي أنا لوحدة حقيقي هنا يعني جمعت ما بين عدد مختلف من القراءات العشر الحمد لله رب العالمين أنا معي ما هي القراءات العشر ما شاء الله ما هي القراءات العشر الصغرى وحالياً بدرس في الكبرى لأن أنا أخذت أنا أولاً دراستي كانت أنا كنت خريج كلية الأداب بقسم علم الاجتماع بقسم الله ما شاء الله وأخذت عالية القراءات وأنا حالياً في تانية تخصص في القراءات بالمناسبة أنا سبت الماجستير والدكتراف علم الاجتماع عشان أكمل في علم القراءات يعني أنا خلصت تخصص وأدخل كلية القرآن الكريمة ما شاء الله طيب يعني حقيقة تكلم على تخصص ودارس وعارف يعني طريقك إيه ورسم لنفسك حلم لكن حقيقة يعني في الإجابة على سؤال جمعانا قلت حاجة مهمة أوي إن حقيقة عملت بوكيل ورد الخاص بيك الحمد لله لا أهوأ أو المدرسة الخاصة بيك ما أقدرش أقول إن هو اكتمل حضرتك لأنه عشان أكمل أو أعمل مدرسة خاصة بيه منفردة ده محتاج وقت ومجود طويل جدا ده شوقنا اللي إحنا نسمع لتلاوة القرآن بصوت حضرتك الله يكلمك حضر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر لحكم ربك فإنك بأعيوننا وسبح بحمد ربك حين تقوم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِذَ بَارَ النُّجُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجِمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى وَمَا إِنْهُ وَإِلَّا وَحِيُّهِ يُوْحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرْوَةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبَدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أَفَتُ مَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَاهُ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتها عندها جنة المأوى صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا مولانا بجد يعني في الحقيقة إحنا عادين مش مشيين النهاردة لما نفكر نطلع صواء الخير يا مصر من النهاردة لحد بكرة عمر أنا يعني يعني عايز إليك أسئلة كتير بس نفس الوقت مش عايز أضيع الوقت في الأسئلة ومشاء الله فعلا صوتك يعني أمتعنا متأكد أن السيدة المشاهدين عايزين يسمعوا كمان أكيد عايزين يعرفوا عنك بس خلينا كمان نسمعهم حاجة وبعدين نرجع نتكلم مع بعض تمام طيب مناسبة للإسراء المعراج ممكن نقول الكلمات كده عن الإسراء المعراج حد يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلمين يا رسول الله وبت ترقى إلى أنلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدامي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله ومعتمد ففي دنيايا وآخرتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله خذ بيادي الله م شاء الله م شاء الله نروح لشيخ أحمد بشيخ أحمد وحنا نتكلم قبل الهواء نتكلم على مسابقة بورسعيد الدولية وتكلمنا أنه كان فيه لجان تحكيم لجان التحكيم كانت صارمة وكانت صعبة جدا كلمنا عنها وكلمنا إزاي ده التكتاز أنك توصل لهذا المركز المركز الأول يا رسول جمانة مسابقة بورسعيد أولا هي من المسابقات المحترمة باختصار شديد جدا والتي تقام على أعلى درجة من التنظيم أنا شاركت في مسابقة بورسعيد في أربع مواسم الحمد لله رب العالمين قدرت أن أحصل على المركز الأول على مستوى العالم في الموسم الرابع اللي أنا شاركت فيه وده لأنه قدرت أن أنا أخذ خبرة من خلال الفترات اللي أنا شاركت فيها قبل كده وقدرت أن أنا أوفق أو أنظم التلاوة حسب ما يتراء أو حسب التوجهات اللي توجهها لي اللي وجهتها لي أساتذي واللجنة التحكيم بتحكم من خلالها التلاوة بتنقسم إلى فروع أول حاجة صوت ثاني حاجة المقامات الصوتية ثالث حاجة التجويد رابع حاجة الوقف والابتداء كل فرع من دول اللي له محكم خاص بي على سبيل المثال كان في فرع الوقف والابتداء كان الدكتور عبد الكريم صالح وهو رئيس لجنة مراجعة المصحف كان في التحكيم الصوتي أو الفرع المختص بالسلطة الدكتور عبد الفتاح الطاروتي كان في تحكم المقامات الدكتور طه محمد عبد الوهاب ده جزء من لجنة التحكيم لأن في باقي لجنة التحكيم زي أستاذ حسام صائر زي دكتور بهلول وهو محكم دولي من دولة ليبيا زي شيخ صادق من دولة اليمن صحيح فكانت اللجنة على أشد يعني في أشد درجات الصرامة والحزم في كل هذه الفروع واللجنة على فكرة بعد التلاوة بتاعتي بدأ أن هم يعلقوا على بعض الأشياء ويدوني بعض التوجهات والنصايح اللي أنا المفروض علي أن ألتزم بها فيما بعد هتسبي كده ولا تخلي سمعنا حكا يعني أنا أتمنى الحياة طول والله يعني الوقت المتبقى إن أنا أسمع أسمع حاجة من تلاوة القرآن بقى برصوت العدد يعني اللي بتطلع علينا بعض ما تيسر طبعا من آيات القرآن الكريم حضر حضر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون وسبح بقمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم صدق الله العظيم أنا من روعة الصوت أنا عاوز أقوم أقف تحية تقدير واحترابه الله يكريمك ربنا يفتح عليك ويجعله في ميزان حسناتك ربنا يكريمك أروح لعمر أستاذ عمر الله يكريمك مين هو عمر حشاد يعني يمكن الناس عاوزوا تعرف شاب صغير أعتقد ما كملتش 21-22 سنة يعني 21-22 ما زلت بتدرس أه طبعا طيب عاوز أعرف بتدرس إيه وإيه اللي لما عندك موهبة الإنشاد ومين اللي شجعك اللي أنت تكمل وتستبر فيها طبعا أنا بادرس في جامعة الأزهر في كلية لغات الترجمة قسم اسمه قسم الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية بندرس مواد شريعة ومواد أدب برضو باللغة الألمانية كل المواد الشرعية التخصصية بندرسها باللغة الألمانية بجانب طبعا نحن بندرس الأدب الألماني والقواعد الألمانية واللغة ككل في القسم ده الإنشاد أو يعني موهبة الصوت الحمد للرد بالعالمين أنا اكتشفتها من صغري وأنت كم سنة؟ والله هو قبل ابتدائي يعني قبل ابتدائي كنت يعني إزعت القرآن كانت دايما شغالة في البيت فأنا كنت بلاقي نفسي بدان دين معاها فوالدي لاحظ أن أنا يعني صوتي كويس وكده فبدأ أن هو يسجلي في الشرايط كان الشرايط كده في الكست وكده ولد حضرتك أزهري برضو ألا؟ لا والدي مش أزهري ولكنه يعني يعمل في التربية والتعليم مدرس والديت كذلك فبدأ أن هو يجيب لي بقى شرايط وأسجل وأسمع صوتي طبعا كان حاجة نشاز بس يعني البدايات بس أكيد هم ما شايفوا فيك حاجة يعني سما وفصوتي حاجة كبيرا لا وإحنا الإلقاء برضو عندنا جميلة لو تفتكر زيبان عشان ننمي موهبة الإلقاء عندنا كنا ننسجل ونسمع نفسنا لدي حاجة مهمة طبعا الممارسة دي أهم حاجة في أي مجال الواحد بيدخله يعني فالحمد الله رب العالمي بدأت بقى أدخل المسجد اللي في المسجد يعرفوني دخلوني أأذن مرة أقرأ قرآن أدخل مسابقات بقى حفظ قرآن وصوت وكده لحد الحمد رب العالمي بقى ما دخلت الإعداية دي برضو فضلت مستمرة معي أدخل مسابقات على مستوى المحافظة والحمد الله فوس بيها وبعد كده دخلت مسابقات بقى على مستوى الجمهورية كانت مسابقة إبداع كانت حوالي من سنتين 2019 طبعا وزارة الشباب والرياضة وتحت العاية رئيس الجمهورية سيد عفتاح سيسي والحمد الله فوس بمركز الأول بعد كده شاركت في مسابقات تابعة لوزارة الأوقاف زي مسابقة مثلا من الصوت الحسن والحمد الله برضو ربنا أتمنى تحافظ كم جزء يا عمر من القرآن؟ أنا الحمد لله خاتم القرآن وبرضو كنت فوس بمسابقات من كده في حافظ القرآن الكريم ولكن الفترة دي يعني أو الفترة اللي فاتت من بداية الجامعة اهتميت أكتر بمجال الإنشاد لإني بصراحة يعني حبيت المجال وحبيت أن أنا أقدم يعني أنا صوت جميل فكان ممكن أقدم أكتر من حاجة بصوتي ولكن اخترت أن أنا أقدم حاجة بقى هدفة حاجة أنا بحبها طب إنت إزاي إزاي إدرت أن تنمي موهبتك إزاي إدرت أن أنت تشتغل على صوتك؟ هم حاجتين أهم حاجة يعني أهم حاجتين أنا الواحد بعملهم أو أنا بعملهم السماع الكتير لأن طبعا أهم حاجة في الصوت أن أنا أسمع كتير عشان أعرف أقول بعد كده الممارسة كتير بقى في البيت في العربية في الشارع في المسابقات ما روحتش مكان معين أو ما استعنتش بخبرة معينة حدي دربتك؟ لا أنا معتمد بشكل يعني 90% 95% على السماع الباقي بقى بعرفه بقى من زميل الأكبر مني اللي عندهم خبرة اللي هم مثلا سمعت اللحن ده دم أم إيه مثلا فأقولولي دم أم كذا فأعرف أن دم أم كذا فخلاص أتعود أكيد سمعت للنقشباندي يا سلام أكيد سمعت مأولاي أكيد طبعا نسمع مأولاي بقى منك يعني بس طبعا يعني الشيخ النقشباندي في حتة يعني بس حاولت يدينا نفس المعمات طبعا إن شاء الله بإذن الله مولاي إني ببابك قد بسطت يدي من لي ألوذ به إلاك يا سندي مولاي إني ببابك مولاي إني ببابك مولاي أقوم بالليل والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائذ واجل ومن يعذ بك لن يشقى إلى الآبدي مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك وما أطيق سخطا على عيش من الراغدي من لي سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصامدي أدعوك يا رب أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي أدعوك يا ربي فاغفر ذا التي كرماً أدعوك يا ربي واجعل شفيع دعائي حسن معتقادي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي وانظر لحالي هل يرحم العبد بعد الله من أحد يعني أنا مش عارفة أقولك الكنترول فوق عمل إيه والله يعني ما شاء الله الله هو أكبر يعني أنا فعلا سعيدة أنه عندنا الأصوات دي عندنا الحناجر دي الشيخ أحمد عدم تسلطن شيخ أحمد نفسه عدم تسلطن طبيعي طبيعي جد يا عمر من شاء الله الله يبارك حاجة جميلة خلص الله مبارك فعلا طيب أنا بارك حضرتك شيخ أحمد أنا حب أسألك سؤال بيشبهوا صوتك أو تلوتك للقرآن بمين وبيشبهوك بمين نحن كنا نتكلم قبل الهواء على البودواد يا جمال لجابة الشبه قالت لحاجة أنا أنا هقول لحاجة فيك شبه من الشيخ يعني محمد عبران آه يعني بداية بداية في بعض الناس تقول لي أنت شبه الشيخ محمد عمران جدا والحمد لله رب العالمين يعني إليه الشرف طبعا ولكن أنا عشان إحنا كنا نتكلم في الموضوع ده في الأول حضرتك لما سألتيني مين مسلك الأعلى في التلوة أنا ذكرت عدد كبير جدا 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 من القراء صحيح عشان ما تحطش في قلب واحد طبعا شيخ محمد عبران يعني شرف كبير جدا إن أي حدي يقلده إن أي حدي يقول زي ما بيقول ولكن أنا عشان ما تحطش في قلب واحد لأ أنا لازم أسمع لكل زي ما، زي ما زو عمر قال إن أهم حاجة في القارئ أو في المنشد الاستماع وإن لازم الاستماع يكون متنوع لأن كل ما يسمع أكتر كل ما خيالي النغم هيوسع كل ما هيبتكر نغم أكتر كل ما هيكون عنده خبرة أكبر كل زي ما قلنا زي ما قلت لحضرتك في البداية أنا عندي بستان مليان ورد تقدر تطوعه كمان حسب قدراتك بالضبط كده دي اللي هتضيف إلي يا طيب شيخ أحمد في النهاية حابين نختم بصورة قصيرة حضرتك تتلوها علينا أو آية تختارها مسك الختام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيمن فهوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغمى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم صدق الله العظيم نورتونا وأمتعتونا الحقيقة يعني عمر حشاد الفائز المركز الأول عالميا في الابتهال والإنشاد الديني نورتنا شكرا لحضرات الله كنت سعيد أن أكون موجود مع حضراتكم يعني كده كل مرة اشترفت أن كنت موجود قبل كده والمرات دي بتشرف أكتر فشكرا لحضراتكم اللي قد أعطونا الفرصة ديت وشكرا لكل سادة المشاهدين نشار فينا أيضا شيخ أحمد محمد الفائز بجائزة الصوت الحسن في التلاوة المجودة يعني برك الله فيك شيخ وضعي ربنا يكرمك ومشاء الله نورتونا وإحنا سعد بيك جدا أسبدتنا أن دايما مصر ولادة وزي ما عندنا الشيخ الحصري الشيخ عبدالبسط عبدالصبت دايما عندنا النقشبندي وعندنا الشيخ الفيومي وغيرهم كتير من يعني المشايخ الأجلاء عندنا عمر حشاد وعندنا الشيخ أحمد محمد بنشكركم على وجودكم معنا في صباح الخير يا مصر وربنا يبارك لكم ويفتح عليكم يا رب دايما ربنا يبارك لكم